صحيح كانت هناك خارطة طريق للبحث العلمي تحقيق الاستراتيجيات الوطنية تم تأسيس عدد من المراكز البحثية مثل مركز أبعاث الغاز ومركز قطر للسلام المرورية ومركز الابتكارات وأيضا المختبر الكندي للبحث الحوسبة بعد كل هذه المراكز وحصولكم على مراكز متقدمة كتصنيف للجامعة كيف تقيمون مستوى جامعة قطر حاليا دكتور؟ طبعا هذه المراكز تعمل جنبا إلى جنب إلى الكليات كليات الجامعة حاليا في 11 كلية يعني جامعة قطر خلال العشر سنوات الماضية قفزت قفزات نوعية حقيقة من حيث الكيف والكم يعني حاليا الجامعة تحتوي على 11 كلية لدينا 27 ألف طالب وطالبة يعني أكبر تجمع شبابي في قطر موجود في جامعة قطر يعني كما نعلم أن هذه الفئة العمرية من 17 سنة إلى 23 سنة هي الفترة التي يشكل فيها عقل الإنسان عادة وشخصية تتكون في شخصيته وتتكون عند قناعاته ويشكل يعني نفسه لبقية يعني مراحل حياته فلذلك هنا يأتي دور مهم حقيقة للجامعة في إنها تعزز مجموعة من القيم للطالب وقيم مؤسسية أيضا للجامعة لنا فلذلك إحنا كجامعة يعني نمونا نمو كبير حقيقة سواء يعني نمو أفقي أو عمودي لدينا 16 مركز أبحاث بعضها مستقل وبعضها يتباع كليات لكن كلها مرتبطة حقيقة بخطة الدولة البحثية في هذا الجانب والحمد لله يعني استطاع أن يثبت عضاء هذه التدريس والباحثون بالجامعة علو قدمهم في البحث العلمي حينما حصلوا على الفرصة وحصلوا على منح بحثية جيدة صراحة من صندوق قطر رعاية البحث العلمي أو عن طريق البرامج اللي إحنا عديناها داخليا وأثر هذا حقيقة فيما بعد إحنا الآن انتقلنا فيما بعد في 2016-2017 كانت لدينا خطة استراتيجية بدأناها وتنتهي الآن يعني كانت هذه الخطة أننا ننتقل الآن أننا وصلنا من إذا كنت بستخدم مصطلحات هندسية ما عليش إخواني المثقفين أننا من البحث العلمي والزخم الذي تم خلال من 2007 تقريبا إلى 2017 عشر سنوات حصلت هناك تغيرات كبيرة لدينا من ناحية البحث العلمي فهذا الزخم إذا بنسميها طاقة كامنة كمصطلح نبي نحولها إلى طاقة متحركة إلى وهذا ما يتم إلا عن طريق نقل المعرفة ونقل التكنولوجيا ننقله عن طريق التعاون مع الجهات الكبرى في الدولة هنا نتعاون معهم على تحقيق أهداف معينة فلذلك انتقلنا نحن في خطتنا الإستراتيجية من مجرد البحث العلمي يعني طبعا عندنا تدريس وعندنا بحث علمي لكن ننقل البحث العلمي إلى مرحلة التطوير الديفلوبمنت ومن مرحلة التطوير إلى مرحلة الابتكار الانوفيشن فلذلك أسسنا شيء سمناها شركة جامعة قطر القابضة وهذه الشركة بتكون منصة للباحثين وللمبتكرين ولرواد الأعمال لأننا من ضمن استراتيجياتنا التعليمية نحن نريد أن نطور أفكار أو قيم ومهارات ريادة الأعمال لدى طلبتنا في الجامعة وفعلا بدأنا في دورات معينة وبدأنا أيضا في البرامج اللي هي الأساسية والمقرارات الرئيسية اللي لازم كل طالب يأخذها عندنا 33 ساعة معتمدة كل طالب لازم يأخذها متطلبات إجبارية ندخل أفكار ريادة الأعمال لدى الطلبة في هذه المقرارات قدر المستطاع وعملنا لهم دورات وفعلا هذه الدورات نتج عنها أننا الآن سجلنا تقريبا خمس أو ست شركات كلها ناتجة عن بحث علمي عن طريق ديب تكنولوجي نسميها يعني عن بحث معرفي تم وهذا البحث نقلناه إلى بالتجربة وبالتدريب وكذا إلى مرحلة الابتكار وسجلنا هذه كبراءات اختراع وسجلناها كشركات هنا قائمة في تتبع الشركة جامعة قطر القابضة وهذا اللي نسميه الجزء اللي يتكلم عنه اللي هو في التنمية الاقتصادية أنت كيف تريد أن تحقق تنمية مستدامة في الدولة بحيث أنك أنت ما تعتمد في الوظائف على الوظائف الحكومية تريد أن تنشئ قطاع خاص وتنمي وتعزز القطاع الخاص عن طريق هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بحيث أن تنشئ وظائف وتخلق وظائف خارج إطار الحكومي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر